دعنا نعود إلى لبنان وإلى الوضع السياسي اللبناني هل تعتبر أن سمير جعجع انتصر على جبران بسيل في موضوع التمديد لقائد الجيش جزاف عون؟ بطبيعة الحال سجل موقف تاريخي سمير جعجع بهذا الموضوع لأن القوات اللبنانية دائماً كانت على خلاف مع الجيش يعني أنا وقت كنت رئيس جهاز أمن القوات أنا اختلفت مع الجيش والمكافحة وراح لنا جرحة وعم بحكيك بثمانينات القوات الثمانية بعدين كيف الأحرى مشال عون وسمير جعجع هناك أساس سوني معارك طاحنة كانت تصير وبتعرفها بين القوات والجيش اللبناني وصلوا لمحل أنه يستعملوا المدافع المتاني واربعين مش مئة وقمس وقمسين لذلك يعني الدبابات للأتلة شهداء راح ضحاية من الفريقين أنا بقول شهداء للكل راح كتير ناس العونيين قلقوا من رحمة مؤسسة الجيش اللبناني إنما القوات قلقوا خاصة مع الدكتور جعجع قلقوا أنه هنا عساسين ضد الجيش اللبناني لماذا انقلبت الأدوار اليوم؟ لماذا انقلبت الأدوار اليوم؟ يعني ليش صار سامير جعجع اليوم عن بدافع عن الجيش اللبناني؟ وجبران بسيل يتهم بأنه يريد تدمير مؤسسة الجيش اللبناني الذي ولد هو وتياره من رحمها كما تقول السيد سوني اليوم معك حقبت عم تسأل سؤالك بمحله بس أنا بدي أقول لك هي الأساسي إنه الجنرال ميشيل عون الله يوجه له خاري يعني يعني الله يسامحه هو عمل معارك بلشنا بالجنرال إيميل لحود علي أهوية يعني أنه قضية أنت أقعد مدرحك ما فيه أنه ما فيه هيك التوجه الحقيقي الموجود عند الطيال الوطن الحر يبدو أنه المناصب بس بتعنيهم ثم اشتبك مع الرئيس مع القائد قائد الجيش من بعد منه العماد مشيال إسلامان ثم اشتبك مع العماد جان أهواجي واليوم اشتبك مع العماد جوزيف حون إذن العملية يعني ما بدون واحد أوي ولا أي شخصية مسيحية مارونية أوية كل واحد هلأ باخترعينه أنه فيه ملفات فساد على قائد الجيش وهي تضرب المؤسسة شو هالحكي هذا بيطلع يقولون جبران باسيل استلعى هذا الموضوع من سمير جعجة أخذها بحنكة وقدر ردله هي لجبران باسيل لأنه بالتقاطع بعد التقاطع جعجة جبران باسيل اللي فرطت التقاطع على جهاد أزعور ردله هاي العملية واستوعى بالجيش وفتح خطوط مع الرئيس بره مجددا وفتح خطوط السردات مع الرئيس نبيه بره ومع الجميع وشفنا أنه العملية تغيرت كليا بالبلد واللي كان يقولوا عنه عدو للجيش أصبح هو الجيش بفرد وهو مدد لقائد الجيش واللي كان يعتبر حاله أنه هو ابن الجيش أصبح يقاتل اليوم وسيقاتل حتى الانتحار عندما مقرأ يقدم على تقديم الطعن إلى المجلس السوري بالتمديد بالأيمات جوزيف عون هونيك المشكلة والمصيبة والجرسة هل سيؤخذ بهذا الطعن سوف يسقط في مجلس السوري جوزيف هل سيؤخذ بهذا الطعن برأيك؟ لا 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 يؤخذ فيها إذا قبل الطعن سوف لن يصدر قرار إلا لإصالح التمديد لأنه في ريزون ديتا مصلحة البلد العليا وحالة الحرب الموجودة بالجنوب وكل شيء يعني يدعو إلى التمديد للمؤسسة ومجلس النواب هو سلطة تشريعية وليس حكومة تصريف أعمال لذلك لا يمكن السيستوني إلا أن يرفض الطعن لن يقبل الطعن وإذا قبل الطعن لن يصدر حكم فيه إطلاقا هل هذا التمديد للقائد جوزيف عون قد يكون الخطوة الأولى على طريق الرئاسة في بعبده؟ السيستوني اليوم اللي بيقرر بلبنان هنه ثلاث أربع فرقاء بس فيه اللجنة الخماسية اللي بتضم السعودية وأمريكا وفرنسا وقطر ومصر هذه هي تريد أن تحلوا المشكلة الرئيس ماكرون إجا طرح قال لحنا بلبنان ما فيها نكسر حدا اصطدموا بموقف الـ 51 نائب اللي ما رشحوا النائب وزير السلامية الفرنسية السابق رئيس طيار المرة دا اصطدموا بـ 51 نائب في حين هني هلأ عندهم ما عندهم مرشح هلأ الفريق الآخر ما عندهم مرشح بيّن أنه السابق هو سلامية فرنسية إذا يوما ما بدون يختاروا حدا بدون يكون فريق إذا بدون يكون فريق من يكون واحد من 14 أدار واحد من 8 أدار نعم يعني إما يكون رئيس جمهورية هل هذا الانفتاح ويؤتى برئيس حكومة نعم بس السؤال هل هذا الانفتاح بين جعجع وبر قد يؤدي قد يؤدي إلى تسهيل طريق فرنسية السلسوني ممكن كتير لأنه هذا الانفتاح يعني يعني أجو إيلولو اللي مددولو لقائد الجيش نحن منريدك قائد الجيش لسنة وشهر لأنه بعد إيلولو شهر مجددولو سنة يعني إحنا بدنا إياك بهذا المكان بهذا الموقع أنت ضماني لألنا أنت ضماني للبنان ضماني لمؤسس الجيش لبنان نتفضل لك هذا الهدية هذا كدو نحن مصلحتنا المشتركة ومصلحة الجيش ولبنان أهم شيء المصلحتنا أنه أنت تبقى موجود كمان فريقي اللي مدد له من حزب الله والمجموعة كلها نحن تعاملنا نحن وياك ست سنين وأنت زلمي أثبتت أنك أنت منك مع إسرائيل ومنك مع لو كنت أمريكي بس نخوفهم نحن نقبل لمدد لك بس نخوفهم منقذهم أنه لطالب التمديد السفيرة الأمريكية شيعة وإيف لودريون مندوب الرئيس الفرنسي ومندوب القطري ابو فهد وكل هذه المجموعات اللي كلهم بيصبوا بفلك أمريكا هذا اللي منقذ حزب الله والحركة هونيك أما البيئة بتبقى قائد الجيش هو مغوار أنا بعرفه على معرفة قديمة فيه وضابط وعبضاي وكل شيء وكفو والداخل بقيده إذا صار فيه اتفاق على إسلامية فرنجية لا أظن تهين صحب وأنا قال لي بالأمس أنه أنا مش واردي أنصحب لذلك الوزير قال لك هذا الكلام هم يسعون إلى إيصال الوزير فرنجية قال لك هذا الكلام أنا لن أنصحب نعم 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 طيب سؤال هيك على الهامش سؤال على الهامش قال لي بالأمش وزير إسلامية فرنجية تسمح ليه بس وزير إسلامية فرنجية قال لي بالأمس على الهاتف أنه أنا مش واردي أنصحب صالحنا إحنا وياه وأنا اللي نشرت الخبر أنه صار فيه عشاء باليرزي ولبي الوزير الفرنجية وأبنه وزوجته عفوا والسيدة ريمة زوجته وأبنه النائب طوني فرنجية مقابل عائلة القائل عماد جوزيف عون وحكيه بكل شي وقال له كل واحد مننا بيضل على ذات المسافة بهذا الموضوع أنت مرشح وأنا مرشح منشوف شو بتصير بس عملية عشاء لقاء اجتماعي مش أكتر على هامش هذه الأمور هالرضي عنك زبران بسيل ولا بعد وغضب عليك أنا ما أنا ما بشوف الوزير بسيل الحقيقة وما ما يعرف شي يعني ما فيه علاقة أنا وياه مقطوعة واللي بارك هذا للأسف اللي بارك هالقطيعة هاي هو اللي أنا وياه بخيت معه 32 سنة بس اختلفت أنا و جبران بسيل أنا خلافة مش مع الجنرال العون خلافة بسيط يعني مع جبران بسيل أنه قالي بشوفك بعد كورونا وكذا قلت له أوك إذا هايك 60 سنة وكذا يعني حكينا اللي حكينا ولكن كل واحد راح بطريقه بس اللي لم يتصل فيه كل هذه الفترة ولم يسأل هو العماد مش هالعون أنا لم أكن بس أنت كنت منتظر أنا ما انتظر أنك بس أنت كنت منتظر جوزيف أنك أنت نزعل جبران بسيل أنه يتصل فيك الرئيس هون ما كان يتصل بالكل بس أنا وجود يشكل خطر عليهم حد جبران وعني آخر شي قالي ما زي ما هو هايك الله معه أنا كنت مني بالطيار أنا لم أتصل إلى الطيار شو الخطر اللي يشكل عليهم وجود بيعتبر أنه بيعتبر أنه يمكن بيعتبر على الصعيد الإعلامي على الصعيد الحركي ال ممكن تعمل رئيس محل جبران نصلا شبابية ممكن تعمل رئيس محل جبران مشان هيك خافوا لا لا مش وردي بس هني ما بدون واحد يكون عنده حرية الحركة وحرية التصرف أنت بتعرف حد كلكم بتعرفوا أنه أنا براد ومرمرون براد أنا اختلعت له يلا جنرال مشيل عون وأنا افتحت له علاقات وقنوات مع فوق وأنا كنت أطلع فتش وعند المسؤولين بسورية كيف بنجيب جوتة وشهداء الجيش وكذا وأنا كنت اشتمام مع المسؤولين الكبار وصغار وكلهم صوفوا يعني وكنت معه بالزيارة وكل شي أنا اللي اشتغلوا له أور مرمرون وأنا حضرت لأدديس وعملت كل شي يعني يعني معروفة القصة بس لذلك خلاص يعني بيعت برد جينرال عون أنه أنه هذا زالم ينزل من البوستة الله أنا ما نزلت من البوستة هو ما بدويني بالبوستة